عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس وقد وافق المجلس على طلب بطرح موضوع عام للمناقشة لاستضاح سياسة الحكومة حول تطبيق قانون المرور وتم تحديد الجلسة المقبلة لمناقشة الموضوع من بين الاقتراحات برغبة التي تقدم بها السادة النواب وقامت الحكومة بالرد عليها بصفة الاستعجال ما يتعلق بتعويض المواطنين من جرائه طول الأمطار الأخيرة على مملكة البحرين حيث قالت الأخيرة إن هناك لجنة تعنى بهذا الشأن هذه بشكلة طبعا أزلية ويجب على الحكومة وضع حل جذري لها وحل ناجع وعلى الحكومة أن ليس أن تحل المشكلة من الأخير عليها أن تضع حل جذري لهذه المشكلة فيما يتعلق بتعويض المواطنين هناك لجنة في الوزارة ولجنة هذه شكلت منذ القدم صار لها فترة زمنية كبيرة أكثر من 15 سنة أو 16 سنة اللجنة هذه موجودة وهي تنظر في جميع الظلمات المواطنين سواء كانت من جراء تضرر المواطنين من مياه الأمطار أو مياه الصرف الصحي أو أي مشروع تنشأ الوزارة تضرر منه مواطن وفي بند الأسئلة تم استعراض رد وزارة الإسكان حول أرباح بنك الإسكان والإيرادات المحصلة سنويا من المعاملات المصرفية والخدمية العقارية كان يتعلق بأداء بنك الإسكان وإذا إيرادات بنك الإسكان يتم إداعها في خزينة الدولة أو تسليمها لوزارة المالية طبعا بينا أننا الإيراد أو العائد ممكن نصنفه على أنه عائد مباشر وعائد غير مباشر العائد المباشر هو بالمبالق اللي بالفعل ابتدنا من عام 2016 أودعنا أول 20 مليون دينار إلى الحكومة 2017 إن شاء الله راح نودع 10 مليون و10 مليون إن شاء الله في 2018 بالنسبة للعائد الغير مباشر استطاع في واقع الأمر بنك الإسكان من خلال النتائج الجيدة أو نتميزة أن يخفف العب على الحكومة وفي رد آخر على سؤال تم توجيه إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتعلق بتنظيم شروط تراخيص المراكز الخاصة بالإرشاد الأسري حيث قالت الوزارة إنها تبدل جهودا لتقليل نسبة الخلافات الأسرية في المجتمع تم طرح السؤال المتعلق بشأن الحماية من العنف الأسري هذا القانون المهم الذي صدر على السلطة التشريعية في عام 2005 إلا أن لتنفيذ هذا القانون يتطلب أن صدور القرارات مكملة ولواح من قبل وزير العمل والتنمية الاجتماعية كان سؤالنا عن الأسباب التي أدت لعدم صدور مثل هذه القرارات السؤال الأول كان يتعلق بمراكز الإرشاد الأسري وبينا بأن صدر مؤخرا تنظيم شامل لمراكز الإرشاد الأسري الخاصة بحيث أن مراكز الإرشاد الأسري تلعب دور أساسي في تنمية الأسرة وحمايتها وحماية الأفراد من العنف الأسري أو أي تصرفات مخالفة للأنظمة والقوانين اليوم مراكز الأرشاد الأسري الخاصة تدعم وتعزز من الجهود الحكومية لدعم الإسرة عندنا مراكز حكومية بالتعاون أيضا مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية وبالتعاون مع وزارة الداخلية لا نسمح أبدا بوجود خلافات إسرية أو عنف إسري ونقوم دائما من متابعة الحالات لمساعدة المحاكم أيضا في تقليل نسب الطلاق وفي ختام الجلسة تم استعراد تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة حول إصدار قانون بتنظيم القطاع العقاري حيث تمت مناقشة بعضا من مواده ليتم استكمال ما تبقى في الجلسة المقبلة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين